وبعد مرور خمس سنوات فقط على تأسيسه استطاع ترجي بارك أفوراج من ولاية باتنا من حجد مكانة بين الفرق التي تلعب على الصعود في كل موسم فالنادي الذي تأسس بألحية العتيق بباتنا أظهر إمكانات كبيرة فلا يمر موسم كروي إلا ويتميز لاعبه بصعودهم إلى القسم الأعلى ربورتاج عني الفريق مع مراسل جير نيوز من باتنا رضا تيبرمسين ولا يكتمل شكل النجمة إلا بتمام زاويتها الخامسة فقبل أربع جوالات من نهاية بطولة شرفي باتنا يضمن الو اس بي اف مكانه بين كبار الجهوي فلم يكن يظن شد المتفائلين أن ترجي بارك أفوراج الذي ولد من رحم الحي العتيق يسير كل موسم بتتويج مستحق حتى أصبح الحلم حقيقة الصعود هذا السنة جاء في الحقيقة الأمر شاق وصعب وما يخفر لك شأننا يعني تعلمنا من التجربة السابقة خمس سنوات الحمد لله رب العالمي وفقنا ربي جبنا الصعود يعني العراقي اللي كانت موجودة مش عراقي تخطيناها يعني وتعديناها بسهولة بإمكانيات بسيطة وتنقلات صعبة كانت ميزانيتها من جيوب سكان الحي انطلق التحدي وأصبح الأحمر والأصفر واجهة لحديث المدينة وقبلة للاعبين لفظوا أحلامهم في اللعب مع الكبار احنا تعبنا ودرنا من جهودات كبيرة بس صعدنا واليكيب هذه صعدت بنيت الإدارة إدارة فيها في حولها ورجالها على ذيك صعدنا والحمد لله وفقنا ربي العالمين تعبناه ما رحش باطل الحمد لله يا ربي كانت البطولة هذه شوية صعبة كانت الخبرة شوية لعبت دور في البطولة هذه الحمد لله كانت طلعنا قبل أربع جوالات من المقابلة ميزة الاسبياف الذي يحمل اسم أعرق أحياء باطنة أنه اختصر المسافة في حين عجز عن اللحاق بذاك المركز أكثر الفرق خبرة وأضخمهم ميزانية بكثير من التفاؤلي وقبل الحديث عن الموسم القادم يرمي الكل صوب عينيه نهائي كأس الولاية لعل نشو الكأس تضيف لكوينسبارك الأوراق إضاءة جديدة أهي الزاوية الخامسة أو الذلع الخامس في نجمة تمر عليها خمس سنوات أبناء الحي العتيق باركافوراج أو الإخوة المباركية وأخيرا ذمن فرق الكبار بعد خمس سنوات يرتقي في هذا الفريق من طبقة إلى أخرى ومن مستوى إلى أعلى هاهم أصحاب اللون الأصفر والأحمر ذمن الكبار شكرا